اختتمت فعليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت قد اجريت فعليات البطولة بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين من إبريل الجاري اختتمت فعليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي اجريت فعلياتها بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري وقد شاهدت النتائج النهائية للبطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز للفرق حصول مصر على المركز الأول وقطر على المركز الثاني وجاءت سوريا في المركز الثالث وفي سباق الفردي حصلت قطر على المركز الأول ومصر على المركز الثاني فيما جاءت سوريا في المركز الثالث فيما جاءت النتائج الختمية للبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد للفرق حصول مصر على المركز الأول بنتيجة خمسمائة وخمس وستين نقطة والأردن على المركز الثاني بنتيجة خمسمائة وثلاث وثلاثين نقطة وجاءت السعودية في المركز الثالث بنتيجة أربعمائة وتسع وسبعين نقطة أما بالنسبة لمنافسات البطولة للفردي حصلت العراق على المركز الأول بتحقيق مائة واثنتين وخمسين نقطة وجاءت مصر في المركز الثاني بتحقيق مائة وخمسين ونصف نقطة والأردن في المركز الثالث بتحقيق مائة وثمانين واربعين ونصف نقطة هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للعب البطولة العربية العسكرية للفروسية على ما قدموه من نتائج وروح رياضية عالية خلال المنافسات مما ساهم في نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات الدولية في مجال رياضة الفروسية حضر ختام فعليات البطولة وتكريم اللاعبين اللواء أركان حرب سعد الدين مصطفى مساعد وزير الدفاع ومدير المدرعات ورئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الدولي للتقاط الأوتاد ورئيس الاتحاد المصري للفروسية كما قامت القوات المسلحة بتنظيم جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة بالبطولة شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير حيث عبر ضيوف مصر عن عميق امتنانهم للدولة المصرية على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبطولة اشتركوا في القناة